الزمن الموضوع الثانية الهدف استعمل الثانية لتقدير مدة زمنية وقيسها واحد أبحث أحدد جملة من الأعمال التي أقوم بها وتدوم أقل من دقيقة من بين الأعمال التي تدوم أقل من دقيقة قبل النوم قامت أختك بإطفاء جهاز التلفزة وأنت أغلقت النوافذ أما أخوك فقد أخرج جهاز التدفئة من الغرفة وأطفأه هل بإمكانك ترتيب هذه الأحداث زمنياً من الأقصر إلى الأطول؟ وهل بإمكانك أن تقدر المدة الزمنية التي استغرقها كل حدث؟ إطفاء جهاز التلفزة ثانيتان إغلاق النوافذ خمسة وأربعون ثانية ثلاثة أتثبت أسجل المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الأنشطة عملية تنفس كاملة الشهيق والزفير حساب المدة اللازمة لقيام القلب بخمسين بغضات حساب المدة الزمنية اللازمة للقيام بثلاث خطوات عملية تنفس كاملة الشهيق والزفير ثانيتان حساب المدة اللازمة لقيام القلب بخمس نبضات خمس ثوان حساب المدة الزمنية اللازمة للقيام بثلاث خطوات ثلاث ثوان أربعة أستنتج هذه أحداث قصيرة جدا تقاس بالثانية شهيق زفير نبضة قلب لمعان البرق أذكر أحداثا أخرى رفع اليد إشعال النور الكهربائي الالتفات إلى الجهة المعاكسة خمسة أطبق ألف أربط خانة الثواني بلافتتها خانة الساعات خانة الدقائق خانة الثواني نعم خانة الثواني هي التي بها الرقم تسعة وخمسون تسع وخمسون ثانية باء باء قطع خمسة أطفال مسافة ثلاثمائة متر فسجلوا الأوقات التالية اسم العداء نزار مدة عدوه خمسة وثمانون ثانية أما خالد كانت مدة عدوه دقيقة واحدة وخمسون ثانية أما أشرف كانت مدة عدوه دقيقتان وخمس ثوان ومحمد مدة عدوه كانت دقيقة واحدة وثلاثون ثانية وأخيرا ياسين استغرق ياسين في عدوه دقيقة واحدة وخمسة وخمسون ثانية أكمل أسرع عداء هو وأبطأ عداء هو أعلل الإجابة أسرع عداء هو نزار بينما أبطأ عداء هو أشرف أعلل الإجابة لأن نزار استغرق بضع الثوان لسلك مسافة تبلغ 300 متر بينما تعدى أشرف الدقيقتين لبلوغ خط الوصول أرتب العداء حسب توقيت الوصول إلى الخط النهائي الترتيب سيكون على النحو التالي من الأسرع إلى الأبطأ نزار محمد خالد ياسين وأشرف جيم أكتبوا وحدة الزمن المناسبة فتح التلفزة إثنان مراجعة درس خمسة وعشرون رمش العينين واحد ومضة إشهارية اثني عشر فتح التلفزة يستغرق ثانيتان مراجعة درس تستغرق خمسة وعشرين دقيقة رمش العينين ثانية واحدة أما ومضة إشهارية تستغرق اثني عشر ثانية خمسة أعلم بعض الأحداث لا يتجاوز حدوثها الدقيقة لذلك وجب اعتماد وحدة لقياس الزمن أقصر من الدقيقة هي الثانية العقرب القافزة تشير إلى الثواني دورة عقرب الثواني تستغرق ستين ثانية وفي هذه المدة تسجل العقرب الطويلة دقيقة واحدة ستة أقيم مكتسباتي ألف هذا برنامج رحلة مدرسية أرتبه بالأرقام وفق التسلسل الزمني التوجه إلى الشاطئ الوصول إلى الحمامات التوجه إلى دار الشباب الانطلاق العودة وأخيرا الانطلاق للعودة الانطلاق يكون في السادسة وثمانية وخمسين ثانية لذلك يأخذ الرقم واحد في الترتيب يليه بعد ذلك الوصول إلى الحمامات في الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة وتسع وخمسين ثانية وفي الرقم ثلاثة يكون التوجه إلى دار الشباب في الساعة الثانية عشر وثلاثين دقيقة وثلاث وخمسين ثانية أما بعد ذلك الرقم أربعة يكون التوجه إلى الشاطئ في الساعة الرابعة عشر وثلاثين دقيقة وثمانية عشر ثانية وفي الرقم خمسة يكون الانطلاق للعودة في الثامنة عشر وتسع وثلاثين ثانية وأخيراً الرقم ستة هو العودة في الساعة عشرون وعشر دقائق وسبع وأربعون ثانية باء اختار الوحدة المناسبة تدوم حصة الأخبار المسائية خمسة وعشرون تدوم فترة العمل بمصنع سبعة تدوم حصة الإيقاظ العلمي خمس وخمسون يدوم لمعان البرق اثنان سنقوم بالاعتماد على الوحدات المعتمدة لاحتساب الوقت الساعة الدقيقة والثانية تدوم حصة الأخبار المسائية خمسة وعشرين دقيقة تدوم فترة العمل بمصنع سبع ساعات تدوم حصة الإيقاظ العلمي خمس وخمسون دقيقة أما لمعان البرق فيدوم لي ثانيتين